الله يفتح لك شيء بقي شيء أخواننا أنا ما أسمع شيء سؤال لا أسمع من يعيد عليها هذه الله يفتح لك شيء من يعيد عليها الأشياء النجسة لابد نتعلم الأشياء النجسة إلى عام الشيخ الأول الآدم عذرته الثاني بول وروث ما لا يؤكى اللحم خرج بهذا بول وروث ما يؤكى اللحم طاهر والنبي صلى الله عليه وسلم أمر العرينيين أن يشربوا من أبوال الإبل تمام والثالث بول وروث ما لا يؤكى اللحم والميتات كلها نجسة إلا الآدم والحوت والجراد وما لا نفس له سائلة وما أبين من الحيفة وكميتة إلا الطريدة ومسكوفارة سنشرح الآن ثم الدم المسفوح ودم الحيض والنفاس الدم الخارج من السبيلين إلا الكبد والطحال والدم المتبقي في العروق صحيح؟ نعم طيب اجلس الطريدة ما هي الطريدة؟ في القديم كان الصيد عندهم يعني ليس لديهم مثل ما لدينا اليوم يعني بنادق وكلا كان لديهم سهام والبعض يصيد بالسهم فهو الآن قد يصيد بالسهم وقد يصيد بالسيف بخنجر مثلا يسمي ويضرب هذا الصيد في أي مكان مفهوم؟ وقد يضرب مثلا ويقطع منه جزء فهذا ما أبينا من ماذا؟ من الحي فهو كميتته انتبه يعني إنسان نصل عفل السلامة انقطع اسبعه هذا أبينا من ماذا؟ من حي فهل هذا الجزء؟ نجس ننظر ميتة الآدم طاهرة؟ إذن هذا القطع طاهر فهو كميتتي طيب قطعنا قطعة من أكرمكم الله كلب ميتة الكلب نجس هذه نجس تمام استثنوا الطريدة هذه الطريدة الطريدة يعني التي تطارد الصيد فيعقر في أي مكان وقطع منها قطعة فننظر فقال ما أبينا من الحي فهو كميتتي ميتة الغزال نجس ميتة غزال يا رجل ميتة نجس نجس فلو قطع منها قطعة كميتة نجس لكن قال هذه طريدة سم وقطع تمام إلا الطريدة والمسك وفأرة الدم قلنا أصل في الدماء نجاس الآن عندنا المسك تعرفوا المسك المسك الأصلي هو في الحقيقة دم هناك غزال يسمى غزال المسك غزال المسك نوع نادر من الغزلة وهذا الغزال يخرج يقول عند السرة وأسفل البطن كذا غدة يجتمع فيها الدم عندما تجري أو كذا يقول تأتي عند بعض الأشيار ثم تسقط هذه الغدة مفهوم يسموها الفأرة هذه وداخلها الدم هذا الدم أطيب المسك المسك الطبيعي تذهب إلى مثلا هذا عبدالصمد القرش أو كذا أنا ما أريد نصنع دعائي لبعض الناس لا تذهب وقول أريد أرى فأرة المسك المسك وفأرة يؤريك هذا ولكن غالية جدا مفهوم هي في الحقيقة دم متجمد لكنها طاهرة مع أنها دم مفهوم جاء رجل من الشعراء وأراد أن يمدح الخليفة طيب كيف يمدح الخليفة الخليفة رجل صحيح مثله مثل الناس فهو يريد يخرج هذا الخليفة من من بين الناس فقال له أنت الناس كلهم دماء وأنت دم لكن أنت دم مسك غزال نعم مفهوم قال لأن تفق الخلائق وأنت منهم قال أنت فقت الخلائق مع أنك منهم فإن المسك بعض دم الغزال قال كل الناس دماء وأنت مسك مفهوم؟ دم لكنك مسك نعم إذا مرة أخرى بولا الآدم نجس عذرته نجس بولا وراث ما لأك النحم نجس الميتات كلها نجسة إلا الآدم وأجحود والجراد وما لا نفس له سائل عدم تسي مثل قن البعوض البق النمل كذا مثلا طيب وما أبينا من الحيفة هو كميتته إلا الطريد والمسك وفأرته والدماء قلنا الدماء نجس سواء كان دم مسفوح أو دم خارج من السبيلين حيض نفاس استحاضة يعفى عن الدم اليسير والدم المتبقي في العروق مفهوم؟ نعم وذكرنا هذا دم المسك وفأرته هذا لا إشكال فيه نعم تمشي الآن إذن انتهينا الآن من هذا الباب الفقه رحمهم الله يبوّبوا لك أولا كتاب يجعل الكتاب هذا كتاب بأكمل كتب كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الجنائي صحيح والكتاب أبواب والأبواب إذا طال الباب حتى يسهل عليك حتى لا تكثر عليك المعلومات ماذا يصنع فصول وإذا طال عليك الفصل يقول ومنه لماذا حتى ترتب العلم يعني الشيخ أحمد يسأله هذا يريد أشتري عمارة من الشيخ أحمد قال العمارة هذا إيش فيها قال هذا العمارة عشر طوابق كل طابق فيه ثلاث شقر كل شقر فيها ثلاث غرف كل غرفة في أكرمكم الله دورة مياه صح لخص العمارة الآن ثم يقول له المساحة كذا والأبواب وصفها كذا والكهرباء والأساسة صح هذا التفصيل فوم نعم قال باب الآنية الآنية تنقسم إلى ثلاثة أقسام بالله يسحب الكتاب من هذا يسحب منه يسحب منه يسحب نعم الآنية ثلاثة أقسام خلاص آنية الكفار تنقسم إلى ثلاثة أقسام نجسة فماذا نصنع فيها يعني طبقوا فيها خنزير فماذا نصنع لابد أن تقسل قبل الاستعمال خلاص الثانية آنية طاهرة فالأصل فيها طهارة إذن نعلم طهارتها فهي طاهرة نعلم نجاستها فهي نجسة لابد أن تقسل قبل الاستعمال نشك فايش نصنع ما هو الأصل انتهينا الشيخ عيز أن أزل إلى السوق ووجد أواني ميدن شاينة واقع وقال هذا من كفار حتى ليسوا بيهود ونصارى وهذا الشيخ أحمد قال لا يا أخي هذه أنا كفار قال يا أخي بس نحن نعلم طهارتها فهي طاهرة قال الشيخ أحمد لا نشك قال أنا أبني على الأصل مفهوم نعم لكن أخذ إناء اشترى من كافر ومتيقل أن الإناء نجس طب أخو فيه مثلا خنزير فايش يصنع يغسل قبل الاستعمال مفهوم طيب اختلفنا في أي إناء نزلنا للسوق الآن وجدنا أواني فنحمل على الأصل ما هو الأصل الطهارة والحلم مفهوم نعم سبب إرادة المؤلف رحمه الله تعالى الآن هنا في باب الطهارة ما السبب السبب أنه أراد أن يبين أن الماء جوهر سيال لابد من وضع فيه أواني مفهوم نعم يبقى معنا آنية الذهب والفضة واستعمال هذه الأواني آنية الذهب والفضة وكذلك هل يصح أن نستعمل شيء من الذهب في الأواني لا شيء من الفضة في الأواني يقول نعم لكن بشروط أن تكون ضبة وأن تكون يسيرة وأن يكون محتاجا للإناء وأن يكون من فضة هذه أربع شروط إذن ما هي شروط استعمال الفضة في الآنية أن تكون من فضة لا من ذهب وأن تكون ضبة يعني لحام لكن يصنع يد يعني مثل ما شيء يمسكه بالفنجان مثلا لا تعطينا الفنجان اللي عندك كاسة الشاي اللي لديك يا شيخ فهد نعم إذن أن تكون ضبة ويسيرة ومحتاجا للإناء وأن تكون من فضة أزاك الله خير هذا هذا الكاس من زجاج مفهوم انكسر هنا وأنا أريد الآن أصلح هذا الكسر كيف أصلحه قال ممكن نستعمل لحام هنا من فضة يمكن بكم شرط بأربع شروط أن يكون هذا اللحام من فضة لو كان من ذهب لا وأن تكون ضبة يعني لحام لو صنع يد مثل هذه من فضة يصح لا وأن يكون محتاجا للإناء الشيخ أحمد تبارك الله أواني لا حصرة لها فغير محتاجا للإناء هذا إذن لا مفهوم نعم وأن تكون الضبة يسيرة لا كثيرة يعني مثلا هو صنع يقول هذه كلها ضبة لأن انكسر الإناء من أعلى لا ما ينصح مفهوم نعم قال خلو رحمه الله عن حذيفة بن يمان رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة تفق عليها نعم عندنا الأكل والشرب يحرم على الرجال والنساء الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هذا يحرم على الرجال والنساء هذا قسم هذا قسم اشترك فيه الرجال مع النساء وعندنا قسم لا اشترك فيه الرجال مع النساء وهو اللبس الذهب والفضة التحلي بالذهب والفضة هذا يحرم على من؟ على الرجال بل كبيرة ويجوز للنساء وعندنا قسم وسط وهو الخاتم من فضة هذا يصح للرجال مفهوم؟ نعم أما الاستعمال في الطهارة لو توضى من إناء ذهب أو فضة الطهارة صحيحة الطهارة صحيحة لكن الإشكال في استعمال الأواني في الطهارة مفهوم؟ لكن الشيخ أحمد في الدوانية في المجلس يضع الأواني للزينة هل يصح أو لا؟ وضعها للزينة لا للاستعمال هذه المسألة اختلف في العلماء وقالوا بعضهم لعل هذا من الإسراف ولعل الإنسان يأتي بعد فترة ويستعمل هذه الأواني فالأولى تركه نعم قال رحمه الله عنه السلامة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب فيه إناء الفضة إنما يجرجل في بطنه نار جهنم تفق عليه نعم وهذا فيه أن الأكل والشرب كبير من كبائل الذنوب لأنه علق عليه عقوبة خاصة نعم علي العباسة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإيهاب فقد طهر أخرجه مسلم وعند الأربعة أيما إيهاب دبغ نعم دبغ الجلود هذه طريقة عند الناس معروفة ليس لنا علاقة بها فكل إيهاب دبغ فقد طهر لكن هذا فيما تحله الذكاء انتبه معي فيما تحله الذكاء الآن الشيخ أحمد وجد كلب وذبح الكلب ذكاء ذكاء بسم الله والله أكبر وذكاء حلال لا تحله الذكاء إذن لو دبغ إيهاب الكلب طهر لا لأنه لا تحله الذكاء سواء ذكاء وجده ميتة طيب وجد شاء ميتة الشيخ أحمد وجدها وسلخ إيهاب الشاء ودبغه الشاء الآن لو ذكها حلال حلال فهي ميتة الآن إذا دبغها كأنه ذكها وأصبح إيهاب الشاء طاهر مفهوم أي نعم إذن أيما إيهاب دبغ فقد طهر لكن فيما تحله الذكاء مفهوم أي نعم لا لدينا الآن يعني تعرفوا أنتم جلود تماسيح صحيح وجلود مثلا نمور وسود صح فهود كذا فهذا فهذا ما نصنع فيها على هذا القول الذي يرجح الشيخ بن عثمين رحمة الله تعالى أنه لم يطهر فهو يضع مثلا على الجدار للزينة وكذا لا إشكال فيه لكن يعني 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 وعن سلمة ابن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله لباو جلود الميتة طهورها صحيح ومحبان نعم وعن مينونة رضي الله عنها قالت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجبونها فقال لو أخذتم إيهابها فقالوا إنها ميتة إنها ميتة فاحتجوا على إنها ميتة وإجزاء الميتة كلها نجسة كذلك الإيهاب لكن إذا دبق طهر نعم فقال صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض رجو داود النسائل لأن هذه من الميتات نعم والميتات قلنا كلها نجسة إلا الآدم والحود والجراد وما لا نفس له سائلة نعم وعن بي ثالبة الخشني رضي الله عنه وقال قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في أنيتهم قال لا تأكل فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليهم اغسلوها لأنهم قانون نجاسة نعم وعن عمران ابن حسين إذا قلنا آنة الكفار تنقسم إلى ثلاث تقسل نتيقن نجاسة تقسل ولا بد قبل الاستعمال نتيقن الطهارة فهي طاهرة نشك الأصل الطهارة نعم وعن عمران ابن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضعوا من مزادة وراءة المشركة تفقوا عليه في هديث طويل نعم لأن الأصل الطهارة قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن قدها نبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة أخرجه أبو خارجه نعم لحام وذكرنا شروط استعمال الفضة في الآنية تكون فضة ويسيرة ومحتاجا للإناء وأن تكون ضبة لحام نعم رضي زالة المشركة والله أعلم وصلى الله عن نبيه محمد وعلى وصحبه وسلم وإزاكم الله خير